اهلا بكم في النشرة الاقتصادية تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيدة جميل حميدان كرم التمكين 12 منشأة صناعية لتميزها في مجال تدريب الكوادر الوطنية اضافة الى تكريم 20 موظفا نظير انجازاتهم التي حققوها في تنمية الموارد البشرية في القطاع الصناعي واكد نائب رئيس مجلس ادارة تمكين خالد الامين ان التكريم يأتي ضمن جهود تمكين لابرز الانجازات التي تحقق تنمية وتطور للمواطن والاقتصاد الوطني كما اكد الامين في كلمة له خلال حفل التكريم استمرار تمكين في المساهمة في دعم الجهود المميزة للشركات العاملة ضمن هذا القطاع ولا اي منشأة ترغب في رفل فعالية وانتاجية كادرها وذلك لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين على المدى القصير والطويل نحاول في تمكينه من خلال دراسات ان احنا نرتقي بالتدريب والتعليم الصناعي على اساس ان يكون عندنا موظفين ذات قيمة مضافة موظفين عندهم سكل اكثر ينفعون روحهم بالدرجة الاولى ينفعون اقتصاد الوطن وعموما ككل ينمون الاقتصاد الوطني المنشآت الصناعية تولي حكومة البحرين اهتمام كبير بالمنشآت الصناعية هي الركيزة ركيزة نمو الاقتصاد وركيزة نمو المستقبلي البحرين اولت الاهتمام مبكرا بالقادر الوطني في المنشآت الصناعية ولذلك اليوم نشوف المنشآت الكبيرة والمتميزة كلها ترتكز على المواطنين وترتكز على القادر الوطني اشتركوا في القناة